السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله وبياكم كان لأبي بكر مواقف خالدة في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد أذى قريش عن النبي ومن هذه المواقف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فقدم عليه عقبة ابن أبي معيط أحد كفار مكة وجعل يخنقه بردائه فدفعه أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وصار يقول له أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ومن الصحابة الذين شهدوا بشجاعة أبي بكر وبيّنوا أنه من أسجع الناس علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فقد سأل أصحابه حينما كان علي خليفة للمسلمين عن أسجع الناس برأيهم فأخبروه أنه هو فأجابهم بأن هناك من أسجع منه وهو أبو بكر وذكر لهم بعضا من مواقفه وشجاعته رضي الله عنه ومنها ما كان من أبي بكر رضي الله عنه في غزوة بدر حيث كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى أن يصيبه المشركون بأي أذى فيقدم روحه دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حاملا لسيفه يضرب به كل من يقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله أو النيل من رسول الله ومن هذه المواقف أيضا ما حصل من قريش في أحد الأيام حيث جعلوا يتجاذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم مستهزئين ويقولون له أنت الذي جعل الآلهة إلها واحدا فلم يجرء أن يقترب منه أحد من الصحابة إلا أبا بكر الذي دافى عنه وجعل يبعد المشركين عن رسول الله ويقول لهم ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله جعلنا الله وإياكم في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ومع أبي بكر رضي الله عنه